أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقتين الماضية كنا نتحدث عن التعليم اليوم سنستكمل الحديث لكن وربما له علاقة بالتعليم بالتأكيد له علاقة بالتعليم أيضا لكن في إطار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي تحدث عن العراق ولا ذكر صندوق النقد الدولي والبنق الدولي الحقيقة أن البلدان التي تدخل بها البنق الدولي ورسم سياساتها وصندوق النقد الدولي يدخلوني في رسم سياساتها الاقتصادية ولا توقف عن رسم سياساتها الاقتصادية لكن يذهب إلى سياساتها العامة هي البلدان التي ليست فيها حكومات وطنية لا تعرف كيف تدير البلد فيها فشل كبير بلدان يسمونها هشة لكنها فاشلة والعراق على رأسها هذا واقع الحال ولا البنق الدولي وصندوق النقد الدولي يعني لماذا لا يكتب تقاريره يكتب تقارير نعم عن العالم كله لكن لا يشير إلى حجم كارثة في هذه الدول لأنه هو ما يدخل بها وما يقدر يدخل بها لا لديهم قروض على البنق الدولي والبنق الدولي والبنق الدولي يقارضهم مبالغ ولا صندوق النقد مطيهم قروض وريد ويفرض عليهم شروط فبالتالي يعني ربما لا تهمهم هذه القضية لكن في هذه البلدان يطلون قروض وفيها استثمارات يدخلون في سياستة يتحدثون بهذا الشكل فيه يهتمون به يهتمون برؤية الواقع ويقولوه بشكل آخر حتى وعن جملوه فهو كارثي صندوق النقد الدولي في أقر تقارير إليه يتحدث عن أكثر من عشرين بالمئة من العراقيين يعيشون تحت خطة الفقر بمعنى أكثر من عشر ملايين عراقي ربما عشر أو عشر مليون عراقي تحت خطة الفقر وخطة الفقر عندنا يعني حددها بثلاث دولارات ربما يعني لا يزيد دولارين أو دولارين لا يزيد عن 3000 دينار عراقي وردة اليومي لا يزيد عن 3000 دينار عراقي وهذه 3000 دينار عراقي الأهل العراقي يعرفون أنها لا تأتي بشيء زين إذا تجيب له خبز كل شي ما تجيب عجرة السيارة من مكان إلى مكان يدفع 500 دينار أبسط مكان أقرب مكان يدفع 500 دينار كيف يتطبق كيف ينتقل كيف يلبس كيف يأكل كيف يشرب فبالتالي في بلد هو من أغنى بلدان العالم لكن الشعب من أفقر شعوب العالم 20% من الشعب تحت قطر الفقر أما عند الفقراء في العراق فيتجاوز ثلاثة أربعة الشعب العراقي قلة قليلة اللي هي في العملية السياسية المرتبطة بأحزاب وميليشيات العملية السياسية هم هؤلاء الذين يعني يترفهون بأموال الشعب العراقي ويستغلونها في فسادهم وفي خرابهم وفي تملك كل شيء أما الباقين فلهم الفقر ولهم الجوع ولهم الأمراض الصندوق النقد الدولي أيضا يتحدث يقول أن هذا البلد العراق مهدد بفقدان وجوده الاقتصادي لاحظ وأشار لماذا يقول لي أن هناك سوء إدارة سوء سياسات اقتصادية الحقيقة إحنا ليس لدينا سياسة اقتصادية وقلناها ونقولها أكثر من مرة ليخرج علينا أي واحد من المختصين في الاقتصاد في العراق والذين يدعون أنهم مستشارين لدى غيس الوزراء ومستشارين في البنك المركزي العراقي ومعرفين وزارة التجارة ويقول لنا ما هي شكل السياسة الاقتصادية في العراق ما هي شكل الحقيق يعني ما إحنا سياسة إحنا اقتصادنا اشتراكي اقتصاد سوق مختلط ما هذا شيء فوضوي لا أحد يعرف أموال تصدر من النفوط النفوط يصدر وتأتي الأموال وتذهب إلى الفساد وتوزيعات مصيبة وكوارث وعلى قولة العبادي وغير العبادي من الذين يحكموا العراق واللازالون يحكموا العراق هي كعكة وتقاسمونها ويقول أن الحكومات المتتابعة المتعاقبة في العراق ليس لديها سياسة لا عامة الاقتصادية ولعبة دورا كبيرا في الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه البلد فضلا عن انعدام الأمن هكذا يتحدث تقرير صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي هنا يمكن ربما الربط بالحلقات الماضية يتحدث عن خرجي الجامعات والمعاهد في العراق يقول هؤلاء يواجهون انعدام فرص العمل انعدام الفرص الاقتصادية للتعبير عن او لتصريف ما او لتطبيق ما درسوه في الجامعاتهم لذلك يخرجون بتظاهرات احتجاجية يطالبون بالعمل يطالبون بالتغيير وهذا ما حصل في ثورة التشريد وما يحصل الان الان في كل شوارع العراق تجد امام كثير مما يسمونها وزارات هناك تظاهرات لأعداد كبيرة من الخريجين يطالبون بالتعيير يطالبون بوظائف يطالبون بالعمل يطالبون بالمعيشة وبالحياة فرصة للحياة درس سنوات طويلة وصل الى مرحلة ودرس ماجستير ربما ودكتوراه بلا وظيفة لانه ماكو تخطيب البلد بلا تخطيب يعني امراض اقتصاد العراق مثل ما يقول صندوق النقد الدولي عديدة ومعروفة ايضا هو يتحدث انه في كل عام يولد الاف الاطفال مئات الالاف من الاطفال العراقيين في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا هذا واقع الحال الحقيقة لانه انت في فوضى وزيادة عداد السكان تزيد الفوضى تعليم في اسوأ حالاته والامية تزداد فقر يزداد خارطة الفقر تتوسع اللي تحت خط الفقر يزداد عددهم كارثة كبيرة البطالة يزداد عدد العاطلين عن العمل الآن لدينا عدد عاطلين من العمل هم لا يتحدثون الحقيقة اكثر من ربما اكثر من 10 الى 15 مليون مواطن اتحاد النقابات العمال يقول لدينا 15 مليون عاطل عن العمل هذا واقع حال يعني لدينا 12 مليون تحت خط الفقر طيب الموارد النفطي الكبير هذي اين تذهب مئة المليارات سنويا تأتي اين تذهب لا مشاريع في العراق لا خدمات لا تقدم فقط في العراق يبنون مولاد يبنون مطاعم ومطاعم الزادت في العراق وكأنه اهل العراق ولدوا لكي يأكلوا ويتجولوا في الأسواق ها هي هذه غاية العراقين البسوا وأكلوا وناهم خلاص انتهى الموضوع والبلد لا ينتج شيئا لا يتقدم لا يتطور البلد من سيء الى اسوأ يوم بعد يوم العراق ما زال من ما يقرب من 20 سنة من اكثر 20 دولة في العالم فسادا بشهادة منظمة الشفافية الدولية فهذا وضع العراق ووضع كارثي حقيقي ووضع اقل ما يبخال عنه انه كارثي لانه وضع حقيقي شاذ غير طبيعي لا تعرف اين سيتجه ولا تعرف كيف سيكون الانفجار هذا كل هذه كل مقدمات ومقومات الانفجار الشعبي كبير هؤلاء لا يدركون انهم يعني قد نزعوا من العراق يعني قنبلة كبيرة نزعوا منها مصمار الأمان عندما لا لا يسعون الى تعليم عالي وجيد في العراق في كل المستوات لا يسعون الى صحة جيدة للمواطن لا يسعون الى تقديم الخدمات لا يسعون الى امن مستتب لا يسعون الى وفاق وتفاهم اجتماعي لا يسعون الى خير ونمو وازدهار لا يسعون الى السيادة ولا استقلال ورأي طيب لا يسعون الى حقوق الانسان فبالتالي هم يضعون القنبلة يعني قنبلة كبيرة جدا جدا ويرفعون منها مصمار الأمان التظاهرات مثل ما هو واضح الانفجار التظاهرات الثورات الشعبية قادمة اهل العراق لن يسكتوا على هذا الوضع لان الحديث عن نهوض وعن اصلاح وعن كذبة كبيرة لا يمكن نحن نحتاج لبناء 20 الف مدرسة نحتاج على الاقل 20 سنة ومع زيادة السكان بهذا الشكل كم سنة نحتاج بعد اكثر فبالتالي كارثة كبيرة الكذب نحن نكون مرة نساوي الان يطلع لنا الكاظم يقول لنا مدرسة ماذا وقعت؟ عقيت رح يشيؤونا مدرية يا دولة الصين ما عرفون يسوونا الف مدرسة حاجة الى عشرين الف مدرسة سنويا اذا سويت الف مدرسة تحتاج لك عشرين سنة حتى توفي الحاجة الفعلية الان بعد عشرين سنة ستكون الحاجة مع زيادات الناس زيادات البشر وانتو تقولون عام 2050 سيكون نفوس العراق بحدودة 80 مليون يتحمل تحمل هذه العملية السياسية وهؤلاء الذين جاءوا للعراق في غفلة من الزمن وسرقوا العراق ونهوا العراق وأفسدوا وقتلوا ودمروا يتحملوا نتيجة كل هذا الذي يفعلوه وقت هذه الحلقة قد انتهى تركوكم بخير انتقيكم في حلقة نخرى لذلك الحين استودعكم اللہ والسلام علیکم موسيقى 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 شكرا